يا ابنى الهدى المهتدين يا صاحب الحق المبين يا ابنى الهدى المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتاه يا ابنى الأنجابي هل من معين نندبى أم بالجزوع نستعين أم هل سبيل نلتقي فيك أيام نعم المعين يا ابنى الهدى المهتدين يا صاحب الحق المبين سيكون نعم المبينة سيكون نعم المبينة سيكون نعم الهدى المبينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصيل بين التذكر في الوقت وبعد الوقت بعد تمام الوقت صحيح بعد الوقت تذكر أنه بدال القصر أتم ما يعيد الصلاة ما يعيدها قصر أما في العكس يعيد ويقضي مطلقا يعني إذا بدال التمام قصر لأنه قاعد الإجزاء ليس معتبره أما هنا دليل خاص يعني إذا بدال القصر لأنه قطع خارج الوقت باللغة 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 السؤال على من كان له نيابة عن حج نيابي كان له حجا نيابيا ولكن لم يذهب للحج وفي هذه السنة مثلا صار الإنسان مستطيعا أن يأتي بحجة الإسلام فيأتي بأيهما الجواب على أنه أن كان ذلك الحج النيابي مطلقا لم يقيد بهذه السنة أو تلك السنة أو وقت خاص فلا يشكل على أنه يأتي بالحج حجة الإسلام في هذه السنة ثم يأتي بحجة النيابة أما كانت النيابة منوطة ومشروطة مثلا بهذه السنة والسنة الفائتة فإن فاتت تلك السنة فالحج حج النيابي في هذه السنة يبطل عنه لأن هذا العقود تابعة للقصود وهذا عقد للإجارة أهلا وسهل وعليكم السلام والله وبركاته صلات الله شكرا 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 هذا السؤال جوابه أنه يصيبه للعجر والثواب أما ليس الثواب الموعود لأن الثواب الموعود قيدة بأن يكون عارفا بحقها له الأجر والثواب أما ليس ذلك الأجر والثواب السؤال المتابعة لأن يتطلع أنه أما هي نسيق لتطلع لأيان في هذه الأجر والثالة ستشفى أمين لماذا كنت يتطلع أن يحر وأن يتطلع وأن يتطلع بموضع وأن يتطلع لأن ناصب بهذه الأيان أشهر وإجزاء مضاق وإجزاء التأكيد على ما أوصى به الأمام الره سلام الله عليه الحديث اللي أكثر من مرة أنا ذكرته حيث قال صلوات الله علي يتعلم علومنا ويعلمها الناس علومنا هذا الجامع مضاف علوم أهل البيت في العقائد علوم أهل البيت في الأحكام الشرعية علوم أهل البيت في الأخلاق العامة علوم أهل البيت في السنن والآداب بمقدار ما يمكنه كل فرد رجل أو إمرأة شباب أو كبار حوزوي أو جامعي في العشائر أو في القرى والأرياب كل بمقدار ما يمكنه يحاول أن يستزيد يستزيد من تعلم علوم أهل البيت عليهم السلام وبدوره يقوم بتعليم تلك العلوم اللي تعلمها للآخرين بال السؤال حول الإرث ومن يقسم أمواله بعد موته فما حكمه؟ الجواب على أنه الإرث ليس حقا للشخص بل حكم شرعي فإذا أوصل أب مثلا على أن يُعطى للبنات بمقدار ما يُعطى للإبن فالزائد على النصف لأن حصة البيت نصف الإبن وأن الأنثى نصفه 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 الأنثى إرثها نصفه حق وإرث الذكر فمن أوصى بأن يُعطى للبنت مثلا من مقدار هذا الإبن فالمقدار الزائد عن الحق الحق الشرعي والحكم الشرعي يُعطى من الثلث أما إذا زاد على مقدار الثلث فيستأذن في ذلك بقية الورثة إن قبلوا فتُعطى هذه البنت بمقدار الأكثر من حكمها أما إذا كنت تشاهدت قرآن فرموذة القسم هي جوني شهادت بله باجبره بزي السلام عليكم نعم وعليكم السلام السهادة الثالثة في الأذان والإقامة مستحبة وأنا بنظري تبعني وفقا لجماعة من الفقهات جزء من الأذان جزء مستحب مستحب في مستحب مثل القنوط اللي جزء الصلاة أما جزء مستحب وأما في التشهد فالرواية أكوى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يرويها وهو أنه بعد شهادة ثانية ما يكرر وأشهده مرة ثالثة وإنما يقول وأن علي النعم الولي هذه الرواية ما يخالف إذا يعمل بها في التشهد في الصلاة بجون تكرار وأشهده بال السؤال حول المقدار من الكفن الزائد على القطاعات الواجبة لتكفين الميت فالزائد منه ما حكمه الجواب على أنه يستحب تكفين الميت زائد على القطاعات المذكورة والواجبة ولا يكون إصرافا كما ذكرتم إصرافا كما ذكرت إصرافا كما ذكرت إصرافا كما ذكرت نعم 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 على كل هذا في التاريخ موجود على كل ممحال والمصالح الإلهية نعم من العربة التاريخ جاء مسألة هذه الطفلة أدري بس أين بس بالتاريخ موجود هذا كتاريخ لأنه مو حكم شارعي هذا مو واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح لا أنه مسألة تاريخية بالتاريخ جاي هذا ما يقاله نعم نعم أي في زيارة الإمام الحسين عليه السلام أنا لم أشاهد بالنسبة لهذا الفرع الذي تذكروه رواية خاصة أما في الحج أكو و يمكن أن يستفاد من أنه لا خصوصية للحج إذا نذر أن يماشيا يذهب إلى زيارة الحسين بعدين تعب وصار علي حرج أو ضرر الماشي بالمقدار الحرج والضرر يركب مي خالف مي خالف ماذا؟ بالإضافة إلى قاعدة الميسور استفادة من الرواية التي في الحج أكو أيضا أصبح بال 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 السؤال على أنه هل هناك فرق بين الضرر والحرج؟ الجواب على أنه ما ذكرتم في موضوع الصوم المقدار المتعارف من مقدار الصوم فهذا المقدار هذا هو نفس الصوم لأن الصوم هو نفسه حرجي ف الأكثر من ذاك المقدار المقدار المعين فنعم يرفعه قاعدة إلى حرج فإن أصابه حرج كثير أو زائد على المقدار المتعارف فيرفع الحكم والوفاء بالناثر وإن كان الناثر تابعا للنية الناثر بل ارتكاز الناذر أن يأتي مثلا فريضة الحاج أو زيارة المولى سلام الله عليه بأي كيفية راكبا ماشيا هو أمثال هذه الأمور تابعا للنية الزائر و لا حرج يكون رخصة و لا يكون عزيمة كما نظري على هذا الشيء مضافا إلى نظري بعضا من الفقهاء ذلك تابعا للنية الناثر إن قابولا انقدرك آه آه أمين اگر نظرش كون بناظر جماعت شما صحابه عربه من هم برداتم همینه لا حرج رخصت نه عزيمته وقت النقائق من اعتقاد هكذا يجب أن تتحمل منه لذلك كله يكون مادر ولكن اذا كان بيشتر شد فقط يكون مادر سؤال عن الأولياء بأن الأولياء أربع الولي والوصيح الحاكم بعضول المؤمنين إذا مات الإنسان فهل لهؤلاء الأولياء أن يعطي كفن ثمين لهذا الميت الجواب على أنه إن كان هذا الكفن الزائد الثمين زائد عن شأنه فلا يحق له أن يعطي هذا شيء من إرث هذا الميت إذا مليت وصيات نكرد بكفن قيمتي يعني فرق كفن كي تمام القرآن روش نوشته باش إذا وصيات کرد تحدث سلس إشقال ندر أما إذا وصيات نكرد وشأنش نيس كفن قيمتي نها أصلا مالوردسه نميشه السؤال حول طلاق الإكراه والاضطرار إذا كان الطلاق بالكر فيكون باطلا فهل يحق لها أن يتزوج الإنسان بهذه المرأة المطلقة مكرهة أو مكرهة الجواب على أن هناك فرق بين الإكراه والاضطرار العمل الإكراهي باطل أما الإضطرار فلا يكون باطلا فربما يكون ذلك الطلاق مثلا بالاضطرار فلا يحرم الزواج بهذه المرأة أن طلقت بالاضطرار مثلا أما إن كان الطلاق بالإكراه فالزواج بها محرمه يعني فرق يكون مكره هم طلاق مكره باطلا هم بيع مكره باطلا هم إجارية مكره باطلا هم صالح مكره باطلا مكره هو حديث رفع الإكراه ورفع الإضطرار وإن جاء في مورد في رواية إلا أنه رفع الإكراه منة أما رفع الإضطرار لا يكون منة فالإكراه يكون الإنسان غير مختار أما بالاضطرار فيكون بالاختيار السؤال على أنه من لم يعلم بأن هذا الطلاق كان بالإكراه أم اضطرار أم بطيب نفس مثلا الجواب على أن الأصل الأصل الصحة جاري في المقام وكذا إن لم نعلم بكون الشاهد عادلا في المقام أو لا فأصل الصحة جاري في كل مقام أو لا إذا علمنا بخلافه أما بالدور المقام، وإذا لا نعلم بأسطرار يستمع بشكل الإنسان كان بإنشان يستمر بشكل الإنسان أما بالإضطرار في المقام أو استطرار أنه في المقام أو الإنسان أم بطيب السلام فالإنشان يستمع بشكل الإنسان ولاية أمير المؤمن قال بولاية فاطمة الزهراء وأولادهما المعصومين عليهم ورصاته السلام وهل يشكال أو لا؟ الجواب لا إشكال فيه بتاتان وهذا الشيء معنى بعض الرواية الواردة ومضمونها أسأل حول التزاحم في بعض الوظائف والأمور مثلا الانشغال بالدروس الحوزوية أو العمل بوظيفتها العائلية فأيهما يقدم الجواب على أن هذا الأمر متزاحم ومختلف بالنسبة للأفراد والأشخاص وأبداعي من هذا المواد يعني دو تا عمر يجب أن تحسل هم عدارة خانوادش هم يجب أن تحسل منذ منذ أعاق التي قد لا تحسل أساس و تشخيص كل شخص حجته بالنسبة إلى نفسه والانشغال بالدروس الحوزوية والدفاع عن مكتب أهل البيت علي مفضل الصلاة والسلام واجب كفائي السؤال على أنه هل هو واجب كفائي أو عيني الجواب إذا كان هناك من يقوم بهذا الشيء فيكون واجب كفائي و تشخيص كل إنسان حسب وظيفته و حسب تشخيصه السؤال حول العدالة هل العدالة شيء يختلف عن حسن الظاهر المنوط في الشهادة مثلا هو أن يكون عادلا واقعيا أو حسن ظاهره الجواب على أن المراد هو حسن الظاهر كما في إمام الجماعة و الشاهد في الطلاق وغيرها كما في إمام الجماعة يختلف عن حسن الظاهر المنوط في الشهادة هل هو حسن الظاهرة نمضيته؟ لكن لا تشخيص كل إنسان الظاهرة مدى يعني بعد خصوص الشيء هذه الأشياء ماذا؟ نية الإحرام ليست مثل نفس الوضو بالنسبة إلى الصلاة لأن الوضو مقدم للصلاة الشرط في صحة الصلاة مو جزء هذا البحث علمي أن النية في الحج في الإحرام جزء أو شرط الوضو والغسل والغسل الواجب بالنسبة للصلاة مو جزء شرط صاحب العرب يريد أن نيته في الإحرام من الروايات والسفاد أن نيته جزء مو شرط نعم 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 فيعطي هذا الشيء لشخص حتى يبيع هذا الواصل إلى من ينوب في الحاجة عنه أو يأخذ النياب عن ميت مثلا فهل ثم نفس الإنسان باع هذا الواصل وصل الحاج وذهب إلى الحاج نفسه هل يشكل هذا الشيء؟ الجواب على أنه لأن هذا الشيء إجارة والعقود تابعة للقصود فإن كان المعطي لهذا الواصل وصل الحاج العقود تابعة للقصود يقصد هذا الشيء أن لا يذهب هذا الإنسان إلى الحاج أو يذهب غيره فيشكل وإلا فلا إشكال فيه إن كان ومجرد أن يذهب يذهب الإنسان إلى النيابة والعقود تابعة للقصود السؤال حول نية الإحرام هل يلزم فيها أن يأتي لساناً ولفظاً؟ الجواب على أنه لا نفس الداعي يكفي وقال البعض من الفقهاء باستحباب نية العمال الحاج ولكن لم يقل أي فقيهم بوجبه نعم 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 من النظام للعقود نعم نعم لا 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 الاستمرار معه لعله يعني يرجع الى الصواب وصلى الله على محمد وعلى الطهر سيدي أحتر يبنى الأنجاب هل من معين نندبى أم بالجزوع نستعين هل من معين نندبى أم بالجزوع نستعين أم هل سبيل نلتقي فيك أيان عم المعين يبنى الهداد المهداد يا صاحب الحاق يا أبي يغيرة الله ظهراً عجل أيبنا طاهرين رف اللواء أم الملاء رف اللواء أم الملاء وكشف هموم المسلمين يغيرة الله ظهراً